من حقي كمواطن عراقي أقول لا صار غبن بحقنا وظلم وأيضا تأسف حقيقة في إقرار العدالة أحنا لمن ترشحنا إلى منصب رئاسة الجمهورية استوفينا كل الشروط ومر ترشيحنا بكل القنوات القضائية والهيئات الرقابية التي دققت في الترشيح من هيئة النزاهة إلى وزارة التعليم العالي إلى الأدلة الجنائية إلى هيئة المسائلة والعدالة وأدنى كتب رسمية من كل هذه الهيئات التي وافقت على ترشيحنا ثم صار هذا الطعن عند المحكمة الاتحادية من أربع نواب ثلاثا منهم خصوم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ثلاثا منهم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وكو مثل عربي مشهور وظلم ذوي القربة أشد مضاغة لكن هذا القرار أخواني قرار مبيت ومسيس لأن احنا دفعنا كل الدفوعات كل القضايا التي أثيرت حولي في النزاهة في المحاكم كلها أغلقناها وأنا بنفسي كهوشيار زيباري ربما أطول وزير خارجية خدم هذا البلد 11 سنة وسنتين كمؤتمن على المال العام لهذه الدولة يعني 13 سنة عندي خدمة في هذا البلد وأتصور خدمنا هذا البلد بكل نزاهة وبكل استقامة وبكل عدالة وسيرتنا وسيرتنا حقيقة وسلوكنا وحسن سلوكنا أنظف وأنصع من الثلج الموجود في أعلى قمة في العراق اللي هي جبل حساروست أحنا ما رح نطلب شهادة حسن سلوك من آخرين أحنا نعرف نفسنا أحنا منه وشنو تاريخ ده وشنو دورنا في هذا العراق اشتركوا في القناة